السؤال رقم واحد وسبعين ملاف دائري مساحة وجه عندنا مساحة الوجه تلاتة واربعتاشر من مية بس سنتيمتر مربع عشان كده هضرب في عشرة أسسالب أربعة يمر به طيار كهرابي معين يعني الطيار مجهول بحيث تكون كسافة الفيضة عند المركز يبال به عند المركز بتساوي اتنين فعشرة أسسالب خمسة تسلة فعايز عزم سناء القطب وقال للبايب تلاتة واربعتاشر من مية طيب الام دي بتساوي ايان اي في الاي في الام انا عندي المساحة هعوض عنها بثلاتة واربعتاشر من مية فعشرة أسسالب اربعة لكن ما عنديش عدد اللفات ولا عندي الاي اجيب الاي ان النين اجيبهم من كسافة الفيضة اللي عند المركز بملفي دائري بتساوي ميو ان اي على تو ار طيب ماشي انا كده ممكن احصل على الان والاي مرة واحدة بس هترجع لي في مشكلة تاني ما عنديش نصف القطر هعمل ايه هجيب نصف القطر الملف من مساحة الملف احنا عارفين ان مساحة الملف بساوي باي ار تربيع والاي تلاتة واربعتاشر من مية فعشرة أسسالب اربعة ويه الباي بتلاتة واربعتاشر من مية زي ما قال في المسألة ودي الار تربيع هتطلع الار بواحد من مية متر يباجي هنا اعوض عن البي دائري اقول باتنين فعشرة أسسالب خمسة بتساوي الميو اربعة باي فعشرة أسسالب سبعة في ان في الاي على على تو ار الار طلعت بواحد من مية طيب انا عايزة الان والاي هقول الان اي بتساوي الطرف المتصل يعني اتنين فعشرة أسسالب خمسة في اتنين في واحد من مية على الطرف اللي فيه مجهول اربعة باي فعشرة أسسالب سبعة هتطلع الان اي بتلتمية وطمانتاشر من الف وليها ارقام بالتقريب كده سبها على الآلة الحزبة سبها على الآلة الحزبة وكمل يقول بقى الان دي هتكمل تضربها في التلاتة واربعتاشر من مية فعشرة أسسالب أربعة هيطلع معاك الناتج عشرة أسسالب أربعة يعني الاختيار الصحيح رقم باي